موسيقى الافيش معمول حلو قوي عن نجوم مصرية ايامنا الحلوة اتمنى يبقى ايام المهرجان كلها حلوة ونجحة اتمنى له مزيد من الاستمرارية والنجاح هم الجيل ده كله كل النجوم الموجودة على الافيش احمد رمزي عاب حليم يعني عارف ان عاب حليم معشوق المغربة بيحبوه كتير سوزة فاتن حمامة طبعا نجمة عربية عظيمة وسوزة عمر الشريف فبالتالي دوت هم اللي حاببوني في السينما المصرية بالاضافة طبعا للميليجي واسماعين ياسين كل النجوم المصريين العظام وعاد الامام طبعا اه طبعا بتابع بحب فيلم اسمه علي زاوا تفرقت على فيلم سنة عكروت كان بتعرض في الافتتاح في المهرجان فيلم حلو ليه اصدقاء مغربة برضو من الفنانين وفي سوز داود مخرج مغربي قابلته في مراقش هو يعني عرض علي ان احنا نشتغل مع بعض وانا بقيت سعيد جدا واتمنى الموضوع يباب جد نشتغل نعمل عمل انا مموصل مصري واشتغل مع فنانين مغربة واخرج سوز داود ان شاء الله سنة من مموصلات الاقوية زي منا مليان كمان عندنا مموصلين من تونس في هند صبري في دورة فيه من الجزائر برضو رجدي زيم مخرج شتالتة في عمل فيلم فرنساوي مليان عندنا الناس مهوبة جدا يعني المشكلة الانتاج بس هو اللي ضعيف شوية اتمنى ان يباب فيه انتاج وان الدولة او المملكة ان كان الدولة في مصر او يدعاموا الفن العربي اه والله كان ترحيب عظيم يعني انا كنت في مراقش بعرض فيلم الماء والخضرة والواجل حسن واتعرض في ساحة الفنة فكان فيه جمهور كتير جدا كمية الناس ده يتوقع وعملونا ترحيب عظيم كنت انا والنجمة ليلة علوي والاستاذ يسر ناصر الله فكان ترحيب يعني تخضيت في الاول بس حقيقا بقي السعيد باستقبال الجمهور العظيم والشعب المغربي قادرت الجولة وعرضت الفيلم هناك والنهاردة ان شاء الله اروح برضو في كازابلانكا المسجد الحسن التاني وعايز برضو امشي في البلد بلد جميل انا اول مرة باجي في كازابلانكا فعايز اكتشف البلد برضو واعرف بس واضح انها مدينة كبيرة اللبس المغربي جميل ومميز وفي الافتتاح هنا في كازابلانكا رئيس المهرجات كانت لابسة لبس مغربي الضيوف الممثلين كان لابسين زي مغربي مختلف ومميز عندهم بيحافظوا على التراث بتاعهم فدي حاجة انا سعيد بيها